اهلا بكم ماتش الكلاسيكو فريق خارج من ماتش في تجربة مؤزية نفسيا والتاني خارج من ماتش في تجربة مؤزية بدنيا وعصبيا مش عارف اذا كانت المباراة اتحطت في الوقت المناسب ولا لا بس اللي انا اعرفوا ان الفرقتين متضغضغين على الاخر وكل واحد متضغضغ لسبب مختلف غير التاني في الاخر بنشوف امتع كلاسيكو في عدم موجود كل من ميسي ورونالدو عموما بيتحرق بين الخطوط بين خطوط ضغط الخصم دايما خالق لنفسه زاوي التمرير وبيستلم بالقدم البعيدة ويقاوم الضغط كمان وبيطور الهجمة كل ده موجود طب تقنيا بالكرة عنده حلول حتى لو في المساحات الدياء اه بيقدر يربط مع اقرب لعب ليه مع حبة فنتات كده بيطير بيها الخصم من مكانه طب عنده حل التزديد من خارج منطية الجزاء اه كمان موجود طب على المستوى الحركي بيقدر بعد ما يمرر انه يتحرك اه بيتحرك في العمق خلف خط دفاع الخصم بيكون كمهاجم تارجت بيطلب الكرة دايما في المساحة وبيعرفيني الهجمة زي وزي اي مهاجم واجدع مهاجم كمان طب كلمني عن ادوار خارج الحيازة ايه ادوار وخارج الحيازة؟ بيقدر يضغط على حامل الكرة وبيقدم تدخلات حتى لو كانت انزلاقية وبيستغل جسمه الضخم احسن استغلال في انه بيستخلص الكرة بشكل نظيف مفهوش اي اخطاء ويرجع الكرة لفريقه دايما طب كلمني عن شخصيته اللي سابق سنه ونضجه المبالغ فيه في وقت بدري جدا جدا في حياته اللي بيخليه مايقبلش الخسارة ويفضل يحاول ويحاول ويحاول ومش بيقف اي مجهود لحد صفارة الحاكم لعب لعبة قدام منشستر سيتي 120 دقيقة كاملة وبعدها بتلت ايام بينزل قدام برشلونة بعدها بتلت ايام اه والله العظيم بينزل يلعب ماتش قدام برشلونة متعافي تماما عقليا وبدنيا وبيعمل كل الكلام ده اللي قلناه في ماتش 90 دقيقة وبسبب جهد الوفير استحق ان هدف الفوز في النهاية يكون باسمه دور على حاجة في بلنجهام مش موجودة سواء على المستوى الفني او النفسي او البدني او الزهني مش هتلاقي بلنجهام هو لعب جوهرة وهب نفسه لقرة القدم وقرر انه مش هيبخل عليها باي شيء هي دي النسخة المطلوبة في قرة القدم وما فيش مدرب هيكون شايف بلنجهام كده على بعضه وهيقولك ما تمنهوش في فريقه جوهرة قرة القدم بلنجهام دمتم في امان الله